السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا صحر ودي قناتي قناة احلى الاكلات مع صحر. اه لو اول مرة تشوفيني قناتي بتقدم افكار كتير جدا لتزين الترط والجدوهات وبنقدم اشكال كتير جدا من الحلويات الشرقية والحلويات الغربية. ولو انت بتشتغلي من البيت مشروع اونلاين وتبعتي القناة بتاعتي هتلاقي فيها افكار جميلة جدا وسهلة وبسيطة لتزين الترط والجدوهات. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعمليلي اشتراك لقناتي وعمليلي لايك للفيديو. ولوليك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا هرد عليك. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل ترطاية جميلة وبسيطة وسهلة جدا. الترطاية بتاعتنا النهاردة مقاس 18 هنعملها مع بعض بالاسبونش البيتي. آآ بطريقة سهلة وباذن الله مجمونة جدا جدا. وهنعملها كمان من ساق تلاتين في اربعين. آآ ميزة الساق التلاتين في اربعين لو انت اول حاجة مش موجودة عندك المقاسات بتاعت صواني الكيك اللي هو المقاس 18 و 16 و 14 تقدر يتخرجي كل المقاسات دي من الساق تلاتين في اربعين. والميزة التانية لو انت جالك مستعجل زي اللي انا جالي النهاردة تقدر ان انت يسوي فيه الساق بيبقى ما بيخدش وقت طويل. وبيستوي معاك بسهولة جدا وبيوفر عليك الوقت. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا النهاردة عندي اربع بيضات والبيض لازم يبقى بدرجة حرارة المطبخ. نزلت كده بالاربع بيضات ونزلت عليهم بربع كوباية من المية وعليهم معلقتين. نزلت كمان بمعلاقة من الفانيليا ومعلاقة من محسن جيل. المحسن جيل النوع ده كويس جدا. على فكرة دايما بستخدمه. بشغل عليهم المضرب كده وهنا عندي بالزبط امتين وخمسين من الدقيقة عليهم مية وخمسين جرام من السكتر. وكمان عليهم رشة بسيطة من الملح ومعلاقة بسيطة او ربع معلاقة من اللي هو المحسن الكيك اللي هو الكيك شيف. بعد مضربة المكونات كده في المضرب لمدة عشر دقايق لحد القوان بتاعه متضاعف واللون يفتحي بالشكل ده. طبعا انا محضرة السكت بتاعي مقاس تلاتين في اربعين وفرشها بالورقة بالورق الابيض زي ما انتم شايفين او ممكن ورق زبدة او ممكن الورق بتاعي الحووشي اي حاجة موجودة عندك بتشتغل بها عادي جدا. صبيت الخليط كده وبدأت ان انا اسويه كويس جدا بالسكرابر علشان لما يخرج من الفرن ويبقى كله في ارتفاع واحد. بخبطه خبطتين علشان اتأكد مكفوش اي فراغات وبدخله الفرن على درجة حرارة رامتين. بياخد بالزبط من اتناشر لخمستاشر دقيقة ما تزوديش عليه اكتر من كده علشان الكيك بتاعك ما بينشف. بتخرجيه وبتسيبيه لحد ما يبرج تماما. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل شغل عجلة السكر. اخدت جزء من عجلة السكر اللونها ابيض وبدأت ان انا افريدها ده وباستخدام قطاع على شكل وردة. آآ الاطعات دي موجودة في كل محلات ادوات مسلزمات الحلوانة. وكمان بتلاقيها عندي ادوات المنزلية. آآ بتبقى سعرها رخيص جدا بس بتبقى جميلة. قطاعتي كده هو العجينة بتاعتي على شكل وردة بالشكل اللي احنا شايفينه. ودلوقتي هستخدم الملد السيليكوم بتاع الحروف اللي هو عندي اتنين. بتاع الحروف الكاملة والتاني ده بتاع هابي بيرس دي. هستخدم بقى كان اسم الصاحب التورطايا كريم واستخدمت الملد بتاعي اللي هو هابي بيرس دي. هستخدم الحروف فقط لان التورطايا بتاعتي مش كبيرة قوي. فمش هتبقى ايه يعني المساحة كافية ان انا اكتب هابي بيرس دي كاملة. فاستخدمت بقى حرف ال والبي والدي. واستخدمت طبعا اللي هو الحروف بتاعة صاحب التورطايا اللي هو اسمه كريم. بتاخدي جزء من عجينة السكر وتبدأ تسكنيه كويس جدا كده في الحرف اللي انت عايز تشتغل به. واهم حاجة عجينة السكر تبقى عندك مخدومة كويس جدا. وما تبقاش طورية زيادة عن اللي لزوم ما تبقاش عاملة زي اللي بان. تبقى لازم ماسك نفسها علشان تعرفي تستخدميها وتستخدميها في الملد وتخرج معاك من الملد بكل سهولة. بدأت كده باستخدام المسطرة او اسكرابر او اي حاجة بشيل الزيادات من العجينة وببدأ ان انا اخرج العجينة من الملد بتخرج معايا بكل بساطة زي ما احنا شايفين. الحرف ماسك نفسه. الحرف كويس جدا. ما بيميلش منك بشكله ما بيبص لما بيخرج من اللي هو تلاهي بالسليكون. بدأت ان انا اخرج كده كل الحروف. وطبعا لما يبقى عند الشغل بعجينة السكر يفضل ان انت تشتغلي قبل الترطايا بيوم او بيومين. او اقل حاجة تلتة او اربع ساعات علشان العجينة تبدأ تمسك نفسها وتعرفي تشتغلي فيها كويس جدا بعد التشكيل. باستخدام اي حاجة عندك كده ممكن مش موجودة عندك القطع اللي في ايدي. ممكن تستخدم اللي هوت عصية الشيش طوق. بدأت ان انا اعمل فتحات بس هنا مش باينة او في التصوير. مش فتحات للاخر يعني عملت كده هوت تنقيص يعني في شكل الوردة بيديها شكل ايه جمالي. باستخدام بقى هنا الضس الدهبي حطيت عليه نقطة بسيطة جدا من آآ من المية. بدأت ان انا بفرشة والفرشة لازم تبقى عندك نضيفة جدا جدا. وبدأت ان انا الون اللي هوت الحروف اللي انا عملتها. استخدمت هنا اللون الدهبي. حسيت ان هو هيبقى مناسب. وهيبقى جميل مع ترتيت الشوكولاتة والالوان بتاعت الشوكولاتة الجميلة. بعد ما عملت كده بدأت ان انا آآ بفرشة نضيفة جدا لان طبعا زي ما احنا شايفين العجينة لونها ابيض فيفضل ان انت طبعا الفرشة بتاعتك تبقى نضيفة علشان ما يبقاش فيها بوائي لون او اي لون تاني يعني ايه يوسخ اللون الابيض ويبقى كده هوت مش مزبوط. بدأت ان انا ألزق طبعا بنقطة من المية. بدأت ان انا ألزق الحروف بالشكل ده. وكمان برضو شايفينا نبابل كده الاول الجزء اللي انا هلزق فيه وبحدده كده بالنظر علشان يبقى الخط بتاعي مستقيم ما يبقاش الخط بتاعي ميل ومش متزبط. وبزبط كده هوت الحروف كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. وببدأ ان انا اساويه كويس جدا. شايفين بالمسطرة بزبط علشان تبقى الحروف كلها في ارتفاع واحد. سبت طبعا وهنا طبعا بدأت ان انا اشتغل في الصاج. ده شكل الصاج بعد ما خرجته من الفرق. وصيبته لحد ما برد تماما. دلوقتي بدأت ان انا اقلبه بالشكل اللي احنا شايفينه. وبشيل كده الورق اللي انا كنت هطى في الصاج من تحت. وببدأ ان انا اقشر القاع بتاع الكيك. زي ما احنا شايفين اللونه جميل ولا تحروة ولا اي حاجة وكمان طري جدا. بس دايما انا بحب اتخلص من الطبقة دي. بحس ان هي بتبقى شوية خشنة كده ومش متزبطها معي فيه شغل ايه الترات بتاعتي. فدايما بحب ان انا اشيله بالشكل ده شايفين الارتفاع بتاعه قد ايه طاري وجميل جدا. هنا بقى هستخدم انا الوردر كان نستعجل جدا فكنت اللي هو ايه بل حق خلص باي شكل. فاجبت بقى عكت عندي حلة كده بمقاسة منتاشر. فبدأت ان انا اقصت اللي هوات الاسبونش بدأت اطلع منه آآ طبقتين كاملين. والطبقة التالت هاخدها من اللي هوات النص زي ما احنا شايفين طبقة خرجت معي على هيط نص. شايفين اللي ارتفاقت دي ايه جميل. والطحفة. وده للنصين اللي هم ايه بقى هخرج منهم الطبقة التالتة. الحاجات الباقية اللي هتفضل برضو كان مطلوب مني ان انا اعمل آآ آآ كبات روفل. وطبعا اللي هوات البواقي بتاعت الكيك اللي احنا شايفينها ما فيش حاجة عندنا بتترمي آآ هعملها كبات لو مش مطلوب منك ان ان انت تعملي كبات ممكن تستخدميها كيك وبس ممكن تاكلها آآ تاكلها للولاد عادي جدا. بدأت برضو اشرت الوش بتاع الكيك بس الجزء ده لقيته مش موجود معي. ولو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب كده واعملي لكومنت تحفيزي يشجعني. شايفين انا الجزء ده ما كنتش اشرته فا اشرته معاكم. جبت البوردة اللي انا هشتغل عليها وسببتها بمعلقة بسيطة منك كريم شنطيت وحط شنطين اسفة وحطيت اول طبقة وبدأت ان انا آآ اسقي وخلط التسكية زي ما انتم متعودين معي بيبقى نص كباية من السكر عليها كباية من المية وبديها غلوة على النار بعد الغليام بطفع عليها واسيبها لحد ما تبرد واضيف عليها معلقة بسيطة من الفانيلي عشان انكهها واسيبها لحد ما تبرد وابدأ اسقي بها الكيك. هشت طبعا بين كل طبقة والتانية والكريم شنطي لكل كباية من الكريم شنطي بقدي كباية وربع من المية الميت اللي جاء ويفضل ان لو فيها كمان قطع تلج اهم هاجة تبقى سقعة جدا وعليها اربع معلق من السكر والسكر اختياري لو انت عايز تزودي او اتنقصي على حسب رغبتك والطعم اللي انت بتحبي. جلست الترطية بالشكل اللي احنا شايفينه زي ما انتم متعودين معي ان انا بستخدم دايما كيس الحلواني فيه توزيع الكريمة بيديني طبقة متساوي من الكريمة ويسهل علي جدا. سرحت جوانب الترطية ونضفت البوردة بتاعتي ودخلت الترطية بتاعت التلاجات. دلوقتي هنجي على شغل الشوكولاتة. ده ورق بتجيبه من عندي بتاع مستلزمات الحلواني. وسيحت شوكولاتة خام بدون اي اضافات وبدأت ان انا اصبها في ورق ترانسيفير. انا هنا محتاجة ورقة واحدة بيبقى طبعا ليه اشكال كتير جدا ومتعددة. وعند المول دوت على شكل وردة او على شكل تقريبا ممصاصة كده. يعني انا مش هستخدم غير الجزء اللي هو على شكل وردة بس. بدأت ان انا اصب الشوكولاتة كده في القلب. ولازم تخبطي الشوكولاتة بتاعتك علشان تتأكد ان ما فيهاش اي فراغات وبتدخلها التلاجة علشان تتماسك ما بتاخدش اكتر من خمس دقائم. دلوقتي ده عندي جناش الشوكولاتة وجناش الشوكولاتة انا عملته قبل كده معكم على القناة. بدأت ان انا اصبه بالشكل ده. ولازم طبعا يبقى ايه بارد ما ينفعش تصبيه آآ سكن. لازم تبقى الترطية سقعة. وكمان هو بيبقى ايه يعني اه في درجة حرارة اللي هو ايه? درجة حرارة دمية العين كده يعني مرفوش سخونة عشان ما يسياحش معك الكريمة. استخدمت طبعا الكريمة بتاعتي حطيتها عليها حطيتها في الامع اللي احنا شايفينه. هو العادي جدا اللي هو شبه الامع بتاع بلاح الشام. وضيفت عليها جناش انا ما بحبش ان انا اضيف على الكريمة بتاعتي شوكولات اه كاكاو لانه بحس شوية ان هو بيمرر. بدأت ان انا اعمل الرزيتات بالشكل اللي احنا شايفينه. دلوقتي برضو بعمل الرزيتات كده او بحزم الترطية بتاعته من تحت بالشكل اللي احنا شايفينه. لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو متنسينيش باللايك والسابسكرايب لو لك اي سؤال سجهولي وانا بازن الله هرد عليكم متنسينيش كمان بكومنت تحفيزي يشجعني ان انا اعمل لكم يعني ايه فيديوهات كده كتيرة ويوصل الفيديو بتاعنا العدد كبير من الناس ويرفع الفيديو. دلوقتي استخدمت بقى اللي هو ايه الملديزر او اللي هو اسم كريز بي بقى دهبي. آآ حبيت دايما تبقى لقلمان وتناسقه بدأت ان انا اوزع كده ودوت كان عندي كاندي التوت احمر حطيته بالشكل ده. دلوقتي بقى جبت عجلت السكر اللي انا كنت عملتها وكتبت عليها الاسم وبسبتها بالراحة وبهداوة جدا جدا وتبقى حريصة علشان ده الفينيش بتاع التورتاية بتاعتك يبقى شكلها مزبوط ما يبقى شكلها فيها دفوهات ولا شكلها مش من الزباط. خرقت طبعا الشوكولاتة بعد ما تناسكت كويس جدا في التلاجة وبدأت ان انا اروسها بالشكل ده وده وراء الترانسفير بعد ما خرجته من الوراء بتاعك. الشوكولاتة خلاص جمدت. وزعت كده الترانسفير بالشكل ده وبدأت ان انا اروس شكريز بداها بي على التورتاية. بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. بيدي تناسق في الالوان وبيديها شكل ايه جمالي كده. اه وحطيت برضو وزعت كده كان واحدة من الكانديدوت وتك من الكانديدوت معلاش يا جماعة مستعجلك جدا في المنتاج بتاع الفيديو. وبكده اكون خلصت التورتاية بتاعتي الامر بسيطة وسهلة وشكلها جميل وشكلها شيء جدا جدا. آآ طريقتها برضو بسيطة ما كلفتناش حاجة. عملناها في البيت بكل بساطة بكل سهولة او كبار بكتير من لو انت هتشتريها من بره. دي كانت وصفتي وده كان الفيديو بتاعي. اكملنا الفيديو بتاعي النهاردة هنا لاعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.